الخضروات الورقية والحمراء والفواكه مثل التوت وعصير البرتقال تساهم في التقليل من مخاطر فقدان الذاكرة للرجال في أواخر العمر هذا ما أكدته دراسة أجراها باحثون في كلية تشان للصحة العامة في بوستون ونشرت نتائجها في دورية طب الأعصاب الأمريكية الدراسة أوضحت أن الرجال الذين تناولوا الكثير من الخضروات كانوا أقل عرضة بنسبة 34% بإصابتهم بمشكلات إدراكية خطيرة مقارنة برجال تناولوا كميات أقل منها بينما انخفضت احتمالات تعرض عينة من الرجال أعمارهم في نهاية السبعينات لمشكلات إدراكية بنسبة 17% عن غيرهم عندما تناولوا المزيد من الخضار النتائج المتوصل إليها كانت حصيلة اختبارات أجريت على مدى عقدين واستهدفت نحو 28 ألف رجل متوسط أعمارهم 51 عاماً خضعوا الاستبيان كل أربعة أعوام بشأن استهلاكهم للفاكهة والخضروات وغيرها من الأطعمة كما خضعوا أيضاً لاختبارات في مهارات التفكير والذاكرة عندما بلغت أعمارهم 73 عاماً وقال الباحثون إن استهلاك الفاكهة لا يؤثر فيما يبدو على فرص الإصابة بمشكلات إدراكية بسيطة لكن الرجال الذين يتناولون المزيد من عصير البرتقال تقل احتمالات تعرضهم للطرابات إدراكية شديدة بنسبة 47% عما يتناولون كميات أقل من العصائر نوال عياض العربية